موسيقى صباح الخير مرة جديدة لكل متابعين دنيا وصلنا لفقرة الحرف وصلنا لحتى نحكي أكتر عن كيف ممكن يصير فيه كتير من الصناعات الإبداعية وأيضاً الصناعات المهمة والحرف المهمة من خلال مقابلتنا مع أريج المومني لحتى تخبرنا أكتر عن كل شغلها سواء كان إكسسوارات سواء كان صوابين سواء كان بالزراعة ولكن أيضاً كمان راح تخبرنا عن كل الدورات التدربية اللي بتقوم فيها لتمكين المرأة ولحتى تقدر تساعدها أن تكون في عندها حرفة تكسب من وراها يعني مزيد من الدخل لعائلتها صباح الخير أريج صباح الورد غدا كيفك؟ تمام الحمد أهلا وسهلا فيك أريج نورتين وحكي لنا أكتر عن شغلك عن بداياتك ودخولك في أكتر من مجال مش بس بالإكسسوارات تمام هلا أنا أول إش بحب أشكركم بشكر ستغادة وبشكرك وبشكر التلفزيون رؤيا اللي استضافنا استضافة كثير جميلة حتى أنا نحكي عن حالنا أكتر ونحكي عن الأشياء اللي إحنا بنعملها وعن الدورات أو عن الأشياء اللي بتخصص وبتمكين المرأة أكتر إحنا طبعا كملنا بكالوريوس وبتعرفوا حاليا الوظائف في البلد ما فيه فاتجهنا لاتجاهات هاي أنا بحبي الإكسسوارات كثير عندي خلفية فنية عنها بلشت أشتغل أول إش بالإكسسوارات بداية كان فيه تسويق حلو بعد هيك بلشت أطلع شوية على السيدات المجتمع أنه دخل المادي محدود بدهم شوية دعم أكثر إحنا ومنتدى جناد الثقافي طبعا بلشنا بدورات تمكين للمرأة بلشناها من الإكسسوارات بلشنا نعطيهم كيف يبلشوا يصنعوا كيف ممكن أنهم يشتروا كيف ممكن يعملوا دراسة جدولة مشروحهم كيف ممكن أنهم يسوقوا يعني من أول الإنتاج لحد التسويق والمبيعات بالضبط بعدين بالنسبة للصوابين هي صوابين طبيعية بنعرف أنه مش كل إشي بالسوق بكون فعليا مناسب للأشخاص كافة نعم فإحنا اشتغلناها من زيود طبيعية موجودة عندنا من مواد طبيعية الإكسسوارات أنا حاب أكتش أكثر عنها حلوين كثير مختلفين يعني أنا اليوم جربت يعني أحطيت هذا السنسال بالأول غير اللبس كلها أول ما هيك أضفت اللون الأحمر بعدين هلأ جربت واحدة من أيضا الأساور كلهم ألوانهم يعني مختاريتها بعناية شوفهم أحلى هادي كمان يعني هذا كله شغل إيدك قريج؟ بالزبط هاي شغلنا إحنا طبعا نختار إحنا الألوان والأحجام والأشكال حسب الموديلات الممكن تحتاجها الصبية أو الست نعم طبعا تشتغلي لحالك هذا الشغل قريج ولا كمان فيه ست سيدات بشار كوكي وبتعاون مع معد حتى الفائدة تعمل على الجميع بالزبط إحنا طبعا نمنعمل دورات إحنا نعمل زي شراكات بيننا وبين الصبايا ممكن إنه إحنا نعمل سوى ممكن إحنا نصمم سوى شغل معين ممكن إحنا في مواد بعض المواد إحنا أصلا نصنحها السلمكات والأحجار وهذه الأشياء ممكن إحنا نجيبها نحفرها فنحتاج كثير سيدات بالزبط يحتاج سيدات معنا هذا شغل لك من الألف لليا كامل بالزبط الأكسسوار بتبلشي تصنعي من واللون طيب كيف بتحافظ على اللون إنه مايروح أو مايروح أو مايروح ويطفي هلأ هاي الألوان أصلا هي معتقة إحنا منجيبها بمتيريا بتكون أصلا هي كثير عالية فما بتخرب بسهولة معانا عساس إنها تظل فترة أطول والاختلاف عساس إنه اختلاف فيه بالمناسبات بالأشياء للأعياد للحفلات وهيك تمام طيب والصوابين كنت بلشت تحكي عن الصوابين وشوف ما أحلاه هلأ على تحت الشجرة عادة هلأ بحطوا بحبوا يحطوا بيوت الزكي أنه بالضبط عليها التلج فأنت عملتيهم بأكتر من لون شو السوابين كيف بلشت بالصوابين أمتى بلشت بالصوابين السوابين بلشنا فيهم من لما صارت تطلع لنا مشكلة إنه الأطفال ما بحبوا أصلا يستخدموا صوابين ما بحبوا إنهم يشتغلوا بتل تنظيف كثير بتضايق منه فإحنا مع مبادرات كثير حلوة كانت بالنسبة للمدارس وغيرها بلشنا إنه بدنا نبتكر شكل جديد للأطفال إنه فعلياً يستخدموا الصوابين بحملاتها نعم فإنه كان عنا البداية إنه إحنا فعلياً نصمم قوالب جديدة وأشكال جديدة إنهم حتى تشرجحهم لما شفنا إنه الفكرة كانت كتير ناجحة نعم انتقلنا للصوابين اللي هي بتحل مشاكل البشرة للست آه طبعاً استخدمتوا فيها زيود طبيعية ومواد طبيعية الزب عشاب طبيعية زيود طبيعية نعم قليسارين بصنعوا بعض الصبايا حتى اللي عنا موجودين لنفس المنطقة الصبايا هم اللي بصنعوا اللي قليسارين حتى إنه إحنا نفيد أكبر عدد من السبتات الموجودات معنا تمام وكمان هديك المرة كانوا عم بحكوا فيه توجه هلأ للصوابين أكتر لأنها كمان بتحمل بيئة لأنا مش موجودة بما كانوا كنا عم نحكي مع سميرة صاح بالموضوع فيعني وكمان أشكال حلوة ممكن تكون هدايا على أعياد ميلاد ممكن تكون هدية صغيرة تخديها معاك على المناسبات طيب بقلبها ليفة ولا لا؟ في أشياء فيها بنحط من لبهن بقلبه ليفة في من هنا نحط فيهم جوية ليفة تمام طيب أريج بالنسبة للزراعة أنا بعرف أنه أنت كمان عندك مشاريع كثيرة اللي خاص بالزراعة فتحكي لنا عن السببير تحكي لنا على هالأشكال الحلوة وكيف بلشت بالزراعة الزراعة طبعا أنا محتم كثير بالزراعة الأورغانيك عندي مشروع زراعي فقط للأورغانيك أنا ما بستخدم أسمي كيموية نهائيا يعني أصلا بالذر على البيئة بالذر على الإنسان بلشت فيها بالبداية اللي هي الصبارات الصبارات اشتغلت بطريقة شوية غريبة أنه دخلنا فيها خشب دخلنا فيها ألماسات حتى لو أنه لوحد بد يأخذها هدية تكون شوية هدية حلوة جديدة غريبة نعم تغيير عن الهدايا المألوفة تغيير عن الأشياء اللي كانت زمان متعارف عليها كمان زي هيك أشياء ممكن أنها تنحط بالمكاتب بالبيوت لأنه تعرفوا أنه مساحات لبيوت حاليا مش زي زمان أنه كبير وفي مساحات تحييه ممكن أنه أي حاد يستغل مساحة ولو كانت صغيرة ويحط فيها نبتة جميلة زي هيك طبعا الصبار هو الأشياء اللي بتجيب راحة نفسية وبتحسي قداء أنه هي لما أنها صغيرة بس هي حلوة وتنمو بتكبر وفيما أنه بيكون عليه ورد طبعا أيام الربيع آه تمام ولكن المحافظة عليهم هل سهل ولا صعب أريج طبعا الصبار من أسهل النبتات اللي ممكن إحنا نحافظ عليها ما بدو عناي كثير يمكن ولا مي لا ما بدو عناي كثير إحنا ممكن في الأسبوع مرة نحط عليه شوية مي نعم وبالنسبة للإضاءة والشمس يبتعيش بكل الظروف نعم عادة ممكن لو عرضناها شوية للشمس تنفع لو ما عرضناها للشمس برضا أمرها بخير وفي بعض الصبارات ألوانه المتغيرة نعم يعني بس تحطيها بالشمس بصير لونها أصفر شي ليها عن شمس لونها أخضر آه والله صبارة بتصبر لأنه على أي إشي على الظروف المختلفة آه بالضبط طيب أريج كيف ممكن ألاقيك على شبكات التواصل الاجتماعي في عندي صفحة على الفيسبوك اسمها آيس روز اللي هي للصباريات والزراعة الطبيعية آه وفي عندي تصاميم أريج المومني اللي هي صفحة الإكسسوارات والحرفة اليدوية تصاميم أريج المومني وصفحتك اللي هي آيس روز ولازم أكيد إن شاء الله تنضمي كمان لبزار رؤية تكوني موجودة معنا وخاصة بعجلون تكوني موجودة من صبايا وشباب عجلون اللي الناشطين كتير أكيد بتشرف فيكو أنا جاهزة طبعا لأي شخص بدو دورة لأي سيدات أو صبايا فعليا بحاجة لمهنة أو حرفة أو مش ملاقين حالهم وين بدهم يكونوا أو يبدو إحنا فعليا في كثير سيدات بلشنا معاهم ما كانوا يعرفون ماش بيبدو أو بشو بعملوا بلشنا معاهم الدورات إنو إنتي إيش بدك إيش عندك شو المواد الموجودة إحنا عندنا فعليا متوفرة للستات أو للصبايا وإنتي بدر بيهم حتى إحنا في عنا الأطفال أو الأشخاص ضو الإعاقة برضو إحنا اشتغلنا محهم قبل فترة فعليا مكنناهم مشتغلوا طلعوا معهم إيش كتير حلو كتير حلو وحلو إنو بتدرب مدربات كمان لهم بيقدروا يدربوا سيدات أخريات بلزبط إحنا منعدل تي أو تي للسيدات إنها فعليا هي كيف تبلش الدرب وكيف هي ممكن فعليا تعمل دراسة جدوى للستات الأخريات تمام شكرا جزيلا أريجي يعطيكي ألف عافية وكل التوفيق لا إليك